فعلا في ناس في بداية الشتاء بالذات تحس كده ان هي مكتائبة مالك ماليش حزين كده حزين كده في نفسه ويحبوا حتى زماء يعني من فترة قريبة مش من بعيدة كانوا يعملوا الأغاني اللي هي اللي فيها نكد وبتاعه واللي الناس هتقطع شرائينها وكده يعملوا في الشتاء معملاش في الصيف حقيقة فإيه موضوع الشتاء بالنكد والاكتئاب ده هو عموما فيه فرق كبير بين الاكتئاب العام أو الاكتئاب المرضي وفيه فرق بين الاكتئاب اللي هو الموسمي وبيبقى خلي بالك فيه ناس بيجيلها العكس يعني فيه ناس بيجيلها اكتئاب في الصيف ما بتحبش الصيف وبداية الحر كده تحس انها نفس الأعراض بتاعة المكتئبين في الشتاء يعني هو نوع من أنواع الاكتئاب الموسمي مش مرتبط بالشتاء بس ده كمان فيه في الصيف احنا عايزين نقول ان الفرق طبعا ان الاكتئاب المرضي ده بتبقى أعراضه أكثر خطورة وأكثر شراسة وتحس ان هو بيوصل لحالات كتير للانتحار لان هو عموما خرج عن السيطرة وأصبح شخصية رفضة للوقع تماما بعيدا بقى عن الجو أو الموسم الموجود دلوقتي لكن اكتئاب الشتاء اكتئاب انا بشوفه ان هو بيجي طبعا في الخريف وانت بقى داخل كده على الشتاء كله طبعا الشمس بتبقى قليلة جدا احساس الإنسان ان الدنيا فيها غيوم دائم انه مش عارف يخرج كويس انه مش عارف يمارس أنشطه طولة كان بيمارسها قبل كده في فصل الربيع أو الصيف بتخليه يمكن حاسس انه مش طبيعي تلاقي عنده سرعة استثارة وشه عليه ملامح اكتئابية حتى احنا نقولها بعض كده ايه الاكتئاب اللي انت فيه ده كده ده فعلا عراض الاكتئاب الموسمي ممكن واحد يمر باكتئاب راه من حياته ماشي كويس يعني الدنيا ماشي لطيفة وبتاع ما عندوش مثلا مشكلة اقتصادية تعرف حضرتك أكبر نسب انت حارف العالم فين في السويلة دول أغنى دول العالم بس السويلة جوها يعني هزع له من المصورين انه جوها كئيب الدول الاسكندينفية يعني حتى في الصيف الجو فعلا بيبقى كئيب جدا لانها بيبقى طب تفتكر ليه دول غنية زي كده نسب لانت حارفها أكتر من دول فقيرة زي دولتنا احنا بنشوف الصور أو الفيديوهات أو الأفلام اللي بتصورها هناك واحنا هنا قاعدين على الكنبة ومع الناس اللي بنحبهم نقول الله بص الجمال بتاع هم هناك الجو ده زم حاجة بتقولي مديهم حالة من الاكتئاب مش بس الجو الموضوع أعمق من كده كتير يعني لو احنا مثلا قلنا طب لا عايزين نعرض حلول للاكتئاب الموسمي ده ايه الوضع انا هقولك العلاك في محورين المحور الأولاني اخرج للشمس تأقلم مع الوضع بس لنفسك اي حاجة انت بتحبها من منطلق ان انت تغير سلوكياتك اللي بتساعدك اخرج للشمس بمعنى اصدقائنا احنا لنا يعني لنا مشاهدين كتير مثلا في الدول سكندنا فيها منها السويد بيشوفون ما فيش شمس لا انا انت بتكلمي عن هنا ولا عنك اما مشكلتهم هناك اكبر من كده لو نقشت حضرتك في مشكلتهم هناك هم هناك فقدوا الهدف يعني ايه الكومنت ده يعني انا هنا رغم كل الضغوط اللي حوالي اللي اني مستمر عارف ليه مستمر لان الانتحار حرام بص بقى الكومنت ده الانتحار حرام يعني الوازع الديني بياخدني اكتر للاستمرارية في الحياة رغم كل الضغوط يعني ايه الكلام ده يعني انا بحب ربنا فبسمع كلامه وربنا قال لي ان الانتحار حرام صح وان ما يفعش تاني حياتك برغبة او بوقت معين بنافسك تي حاجة بتاعت ربنا فايه اللي حصل اللي حصل ان احنا مستمرين رغم كل الضغوط ورغم بعض الملامح الاجتقابية اللي احنا وصلنا لها طب هما هناك الوازع الديني عندهم ونخفض جدا لدرجة انه اول ما يحس ان خلاص الحياة ملهاش طعم وخلاص انا بقيت حاسس بملل حاسس ان حياتي مفياش جديد رغم الغنة اللي حضرتك اللي انتو شايفينه الغنة ده ساعد بيبقى سبب يعني برضو احتياجي ان انا دايما بسعى اللقمة العيش ولو ما اشتغلتش كم ساعة ده بيخلي الواحد ياخد بالعكس انت عارفة هنا طول ما انت عندي الجدول لحياتك ما فيش غنى جامد قوي ما فيش غنى جامد بس فيه في ارتياح يعني يتقال عليهم ايه وممكن الوعز الديني ده ما حضرتك بتقولي ده سبب حلو اه طبعا احنا عملنا ابحث عن موضوع ده كبيرة جدا انت ليه عندك انتحار كتير كده واحنا ليه في المجتمعات النامية لسه رغم كل الدغوطات واندرسترس علي جدا انت ليه مستمر وانت ليه مشيت ليه خدت قرار انك تمشي كون ان انا عندي مشاكل وبحاول احلها وبجر وراها وبفشل وانجح هل دي بتدي طعم للحياة طبعا ده لسه انا هقوله لحضرتك دلوقتي لكن هناك هو وصل لحد معين وفجأة فقد الهدف بصي معايا بقى فقد الهدف اللي هو انا عيش ليه ما عندوش هدف طب احنا بقى كمجتمع متدين في مصر زينا زي بقية الدول العربية اللي مخليني مستمرة رغم كل الضغوط حكتين الحاجة الاولانية الارتباط الاسري او الارتباط المجتمعي اللي احنا دايما واخدين عليه اللي هو فكرة مهما اتعب او مهما ازعل انا ليه صحابي واهلي وبلدي وحب بلدي وشغلي وعندي كده دايرة بحب الليف فيها وخلي بالك كل الناس اللي بتشتكي دي لو جيت تخرجها من دايرتها هتفضل في الآخر انها تستمر في نفس الدايرة اللي بيسأل عليك اللي بيقول لك مالك طب تعالى خرج معايا طب تعالى انزل نقض على القهوة على فكرة ده في حد ذاته روعة اه ما بول دي حاجة بخص انا هكلمك دلوقتي عن العلاج بالكلام بصي العلاج بالكلام اللي هو عندنا في الصحة النفسية اسمه العلاج السلوكي المعرفي يعني ايه الكلام ده يعني افضل احورك لحد ما وصلك للفكرة اللي انا عايزك تخرج بيها من الاسترس الشديد اللي انت فيه اشتركوا في القناة